تحدي كبير تواجهه السلطة اليوم لإيجاد مخارج أخرى لمواجهة والتعامل مع مطالب الشعب الذي خرج في مسيرات تاريخية للتعبير عن رفضه لقرارات الرئيس بوتفريق الأخيرة والتي فهمت على أنها تمديد لعهدته الرابعة الضغط الشعبي الكبير الرافض للتنازلات التي أعلنتها الحكومة بحر الأسبوع الماضي والذي مس حكومة بدوي حتى قبل ولادتها يبدو أنه سيجبر السلطة على إعادة النظر في خارطة الطريق التي وضعتها لضمان انتقال ديمقراطي في ظروف هادئة مصادر تحدثت عن تنازل الحكومة عن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتقديمها قبل انعقاد الندوة الوطنية الجامعة المسيرة الشعبية الرابعة رفضت أيضا فكرة تعيين نفس الشخصيات لمرافقة المرحلة والتي أرادت السلطة من خلال تعيينهما الاستثمار في مكانتهم على المستوى الداخلي والخارجي غير أنها فشلت في أول امتحان لها في التجاوب مع سقف المطالب الشعبية وبين رفض الشارع الالتفاف على حراكه وخياب الكثيرين من داعمي الرئيس بوتفليقة عن المشهد تجد السلطة نفسها مجبرة على تقديم المزيد من التنازلات في انتظار إيجاد توليفة مناسبة للحكومة الجديدة لا تحمل وجوها وزارية سابقة قد تتسبب في حرق ما تبقى من أوراق لدى السلطة اشتركوا في القناة